في الوقت الحالي بقت مصاريف الزواج هي السبب الرئيس في تأخير الجواز بالنسبة للجنسين خصوصا مع موجة الغلاء وارتفاع الأسعار العالمية واللي أكيد أثرت على الأسعار وأسعار أساس المنازل والسلع المعمرة وعشان كده أعلن بنك القاهرة عن توفير قرض ميسر للسلع المعمرة الموظفين بقيمة تصل لـ 500 ألف جنيه أهلا بكم بنك القاهرة من البنوك اللي بتقدم حزمة متنوعة من القروض لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع وعلى رأسها طبعا قرض السلع المعمرة الموظفين بقيمة تصل لـ 500 ألف جنيه وقرض السلع المعمرة بيمكنك أنك تشتري كل احتياجاتك من الأثاث المنزلي والجهزة المنزلية والإلكترونية بأسهل وأسرع الإجراءات وبأسعار فائدة تنافسية أما عن تفاصيل قرض السلع المعمرة واللي وضعها بنك القاهرة أولا بتتراوح قيمة القرض من 3 ألف جنيه وبتوصل لـ 500 ألف جنيه ثانيا هتكون فترة سداد القرض مقسمة على مدة تبدأ من 6 شهور وتصل لـ 5 سنوات ثالثا معدل الفائدة على القرض بيبدأ من 18% متناقصة خامسا أن تكون نسبة المصاريف الإدارية 1% من إجمال القرض السادسا تحسم أو يتم احتساب نسبة عبء الدين 50% أما عن الشروط المطلوبة للحصول على القرض السلع المعمرة للموظفين من بنك القاهرة فكان أول شرط خاص بسن المقترد بحيث لا يتجاوز سن المقترد 60 سنة عند سداد آخر قص ولا يقل عن 21 سنة ويكون الحد الأدنى للدخل الشهري 300 جنيه شهريا وأن يكون المقترد قضى مدة خدمة في الوظيفة الحالية لا تقل عن سنة كاملة وبيتم دراسة طلب المقترد بعد تقديم الأوراق المطلوبة للحصول على قرض السلع المعمرة للموظفين من بنك القاهرة وبطاقة الرقم القومي تكون سريع وإيصال مرافق حديث وإثبات دخل من مكان العمل الحالي وكشف حساب بنك اللي آخر 6 شهور وبكده تقدر تشتري عفش بيتك كله والأجهزة الكهربائية وأي تجهزات منزلية بتحلم بيها ومش قادر تشتريها كل اللي عليك إنك تلف وتتفرج وتختار وتجمع إيمة الحاجات اللي انت عاود تشتريها وبتتوجه للبنك ومعاك المستندات المطلوبة وبتبدأ في إجراءات القرد ومعاك مبلغ القرد اللي بيوصل ل500 ألف جنيه زي ما قلنا ومد السماح لسداد على خمس سيني وبتدفع القصة البسيط اللي محدده البنك واللي بيتناسب مع داخل حضرتك وده بيدعم أو بدعم من الجهاز المصرفي عموما وبنك القاهرة خصوصا في تقديم أكبر تسهيلات للشباب للبدء في تكوين معاشتهم بالشكل المناسب شكرا لكم